وصفتي لليوم لكم هو حلو من حلويات الطفولة المميزة اذا عبالكم تعملوا حلو سهل سريع بسيط وفينا نقول ان اقتصادي كمان ما لكم الا هي الوصفة كرات الشوكولاتة او راس العبد متل ما كنا نسميها من زمان بيطعم كتير طيب تابعوا الفيديو للاخير وتعالوا لنشوف طريقة التحضير فضلا ما تنسوا اللايك للفيديو اشتراك بقناتي وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكون كل جديد بتنجرة على البارد ضفت كوبين من الحليب السائل قياس الكوب اللي استعملتو 250 ميلي وطبعا ازا ما توفر عندكم حليب السائل فيكن تستعملوا الحليب البودرة والدوبو بالمي بنفس الكوب راح كمل كل المكونات نحتاج لكوب الاربع من السكر ازا بتحبو الحلاوة خفيفة فيكن تحطو نصف كوب وكمان نصف كوب من جوز الهند بالاضافة لاربع معالق كبار من الكاكاو الخام الغير محلة كاكاو مر وهلا بدنا نخلط كل هاي المكونات مع بعضها كتير منيح لحتى يدوب الكاكاو والسكر تماما بعد هيك برفعونا على نار متوسطة مع التحريك المستمر لحد ما يبلش يسخن عندي الخليط شوي هلا هوني بعد ما سخن عندي الخليط ضفت معالقة كبيرة زبدة وبحرك منيح للدوب تماما وبعد هيك هو لسه الخليط دافي قبل ما يوصل لدرجة الغليان بدنا نضيف السميد نحتاج لكوب من السميد الناعم وفيكن تستعملوا السميد الوسط بالنسبة للسميد بدنا نضيفه على شكل دفعات مع التحريك المستمر مثل مواضح معكم بالفيديو لحتى ما يتكتل معكم الخليط بهاي الطريقة ما بيتكتل معكم نهائيا وبيطلع مية بالمية بستمر بالتحريك لمدة 3 او 4 دقايق لحتى يتقل عندي المزيج حتى وصل لهذا القوام بعد هاي المرحلة طبعا بدنا نضاعف النار على الاخير رح ارفع المضرب وبلش حرك بالسباتيولا تقريبا رح نوصل لقوام عجينة هون بلش السميد تفتح حباته ويستوي اخر شي هون انا ضفت قطرات من الفانيليا السائلة المركزة طبعا ممكن تستعملوا الفانيليا البودرة تحطوه معلقة كبيرة اذا ما كانت مركزة هادا قوام العجينة المطلوبية اللي بدنا ياه هيك تمام بطفي عليها النار فورا وبنقله على وعاء تاني لحتى تبرد شوي ما بنيها تبرد كتير يعني بده تظل دافية هذا قوام العجينة بعد ما بردت شوي لاحظوا كيف سهلة التشكيل رح بلش شكلها كرات بهاي الطريقة رح نزله بجوز الهند وبالفستع الحلبي ليش قلت لكم انه لازم تكون العجينة دافية شوي ما تكون بردة على الاخير لحتى تلزق عليها الزينة بشكل منيخ شايفين ما اسهلها وما حلاها ولا ابسط ولا اسهل من هيك وفي طريقة تاني للتزيين هو انه تدو شوكولاة على حمام مائي او بالميكرويف وبعدين بتسقطوا الكرات فيها كمان شكلها كتير حلو ولذيذ بيكون بس انا حبيت عملها بالطريقة البسيطة السهلة متعودين عليها وهيك خلصت تشكيل كل الكمية تركتون يبردوا بالبرات شي نصف ساعة ساعة وبعد هيك بتكون صارت جاهزة للتقديم ما في اسهل وابسط وقلز من هيك يعني يا دو بتحضيروا كل لياتا ما بياخد معنا عشر دقايق ومن الحلويات اللي كتير مناسبة للحفلات وليعياد الميلاد بالنسبة للكمية طلعت عندي الكمية ما شاء الله تقريبا 30 قطعة وهي هي وصفتي لليوم بتمنى انوا تجربوها وتعطوني رأيكم فيها شوفكم ان شاء الله فيديو جديد شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم شكرا لحسن المتابعة